في أساس دعاء القضاء على المدير العام السابق للجمارك شافيء مرعي والحالي بدري ظاهر وتوقفهما من قبل المحق العدلي اعتبارهما مسؤولين عن إطلاف المواد المخزنة في مرفأ بيروت وتخزينها ويستند القضاء إلى المادة 244 و205 من قانون الجمارك إضافة إلى المذكرة التطبيقية للمادة 144 رقم 3885 فكيف ترد مصادر مطالعة القوانين التي تنظم عمل الجمارك تنص المادة 144 على أنه يحق الجمارك إطلاف البضاعة التي يثبت من المعينة أو التحليل مخالفتها للقوانين والأنظمة لكن بحسب المصادر الجمركية لا يمكن تطبيق هذه المادة في حالة النترات التي لم تخضع للمعينة الجمركية ولم يتم تسجيل أي بيان جمركي المنصوص عليه في المادة 138 كون وجدها لم تكن لبنان أساسا بل بقيت هناك أسمدة مؤقتة ومن ثم خضعت الحجز القضائي وأفرغت تحت الحراسة القضائية علما أن التصرف بأي مواد موضوعة تحت الحراسة القضائية من قبل أي جهة يشكل جرما جزائيا بحسب المادة 422 من قانون العقوبات أما في مخص المادة 205 التي تنص على أن لا تقبل في وضع المستودع العمومي أنواع البرود والمتفجرات والمواد المشتبه بها فتؤكد المصادر أنه في لبنان لا يوجد أي مستودع عمومي في حين أن هناك فارق بين مخازن المرفأ التي تديرها وتستثمرها هيئة إدارة مرفأ بيروت وبين مخازن المطار التي كلفت لجمارك باستثمارها بحسب المادة واحدة من قانونها أما تفسير المستودعات الجمركية الخصوصية والعمومية فقد حددتها المادة 195 من قانون الجمارك وهي تلك المعلقة الرسوم التي تسمح بإدخال بضائع المعفاة من الرسوم مؤقتا إما لتخزينها أو تصنيعها كالسيارات والنفط والإسمنت وغيره أي أن العنب الرقم 12 الذي حصل فيه التفجير الكارثي هو من المخازن التي تديرها إدارة مرفأ بيروت وفقا الاتفاقية الموقعة معها إذ تنص المادة 10 منها أن على الشركة أن تقوم بإدارة مختلف منشآت مرفأ بيروت كما تدير الملكة العام المرفأي وتستمر في استثمار المستودعات الجمركية والمخازن العمومية على أي حال فأن المذكرة التطبيقية رقم 3285 تحدد أطرين للتلف البضائع المصرح عنها بموجب بيانات نظامية ما لم يحصل والوضائع غير المصرح عنها لكن المستودع في مخازن يديرها الجمارك وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة وفي جميع الأحوال لا يعود الجمارك القرار وحدها تلف البضاعة التنص المذكرة على أنه إذا ثبت من المعينة والتحليل أن البضاعة مخالفة القوانين والأنظمة فيتوجب أعلام نيابة العامة الاستئنافية المختصة لأخذ موافقتها على الإتلاف ما يعني أن نيابة العامة هي صاحبة القرار النهائي علماً أن قضاء العجلة سبق وأخذ علمها بخطورة هذه المواد من خلال الكاتب زياد شعبان الذي كلف بالتنفيذ في 2014 وقد نقل الأخير عن رئيس الميناء محمد المولى أن المواد خطرة وأنه سيتم نقلها إلى مستوضع مخصص لتخزين المواد الخطرة فمن اختار العمبر 12؟ رئيس لجنة إدارة المرفأ حسن قريتم يقول أنها المدرية العامة للنقل في إفادتها الأخيرة فلماذا لم تلتزم الأخيرة بتعهدها بنقل المواد إلى مكان مناسب تحت حراستها؟ وهنا تشدد المصادر على عبارة مناسب ترجمة نانسي قنقر